نعم أنت يا وزارة التجارة بقوانينك ومعاييرك وأيضا بتصريحاتكم يا وزارة التجارة يعني الوزارة التجارة كانوا يصرحون وبعدين صارت مشكلة بتصريح أحد الوزراء ومن الحزيزين على قلوبنا ما نبي نذكر أسامي بعدها ما لقين تصريح لوزارة التجارة لأنه قالوا وزارة التجارة يصرحون ويقولون فإحنا ننادي هذه الوزارات بأنها تجتمع مع اللي مثلك ومثل الإخوان اللي حللون بالسوق تجارة السوق يعملون جلسات شهرية ماذا تريدون؟ شن الهدف من البورصة؟ يا جماعة في دول ما كان عندها بورصات جذبت الاستثمارات إحنا أهل البورصة والله العظيم أنا في دول كثيرة قعت مع الناس يقولون أنت الكواتيين يا أخي زقيتوا زقا موضوع الاستثمار والبورصات أهل الأسهم يسمونكم ليش إحنا مؤشرنا يا هتم السؤال أطرح على نفسي وعليك اليوم مؤشرنا من الأسوأ سوقنا ما يجذب بسألك سؤال أنت كم أخ سعودي تشوفها بالصالة يوميا بك واحد كم إمارات يتشوف؟ كم قطر يتشوف؟ كم عمان يتشوف؟ كم بحرين يتشوف؟ ما ترى تروح بورصات أخرى تشوف الكويتي هناك ومدي فلوسه يستثمر ليش؟ عندنا مشكلة والمشكلة يجب أن نقولها لازم ما ننسى هذا حق علينا وعلى الأجيال القادمة واليوم إحنا في اتجاه الخسخصة الخسخصة هي يعني معناها شركات مساهمة هل هذه الشركات تقدر تدخل في هذه البورصة التي لها مع احترامي لها بورصة أرسترقراطية فقط لمن يملك 2500 دينار هذا المقيم لا يملك الـ 300 دينار دكتور يمكن قبل أن ندخل في الحيثيات التي أريد أن نتكلم عنها أكيد لكن مسؤولية يمكن أنت تكلمت الآن مسؤولية الدولة ومسؤولية الوزارات لكن مسؤولية الفرد المستثمر اتجاه نفسه واتجاه الثقافة يعني من وجهة نظرك كيف يستقي المعلومات الأساسية حتى يستطيع التصلح بهذه الأدوات قبل تستثمر؟ هو من أول يوم يقرر يقول أنا ياي أبي أربح ربح مثل ما قلت سريع بس مو فاح مو كبير نعم السريع السريع يعني معناه أطلع يعني ما يطلع بنتلي مثلا مثلا ما يطلع بنتلي هذا البنتلي يطلعه بس أهم بعدين يقدر يبيعه بالباب اللي وراه من هناك بالفارك خالي يكونوا واقعيين كثيرين من اللي أنا كنت عاصرتهم في البورصات أنا شريت كيا وظليت على الكيا ولن حين السوق هو ياي فيها ومعاي أخوان شروا بنتلي وبعدين دقوا عليه قال ما تبي البنتلي قلت له يا أخوي احنا ما تعودنا على سواكة البنتلي احنا ضلينا على الكيا زين ما نفسوا علام تجاري خلنا واقعيين فإحنا نقول لهم البورصة مثل ما تعطيك تأخذ الدينار اللي انت تطلع اليوم خذيته من واحد باتشر هو رح يأخذه مثل الأخ اليوم شافني عنده هذا أنا شوي عندي مشاكل صحية فيقول انت صار فيك أنا ما ظهر الكبر واللحية البيضة خلتني شفير أقول عندي صديق صار فيه جلطة عن باب البورصة قلت له ليش قال خسر خمسة ثمانين دينار خمسة ثمانين ألف خمسة ثمانين ألف دينار صار معاه جلطة وطاح قلت له زين لو رفيجك كان هو اللي ربح الخمسة ثمانين كان ما نط وشاف الثاني اللي صار في سكته يا جماعة اليين البورصة إن كان مثل ما نسميهم هوامير إن كان ما نسميهم مغامرين إن كان البورصة الضروري فيها الهامور والضروري فيها الكبير والضروري فيها المغامر والضروري فيها مقامر والضروري فيها مستثمر علمي وفيها مستثمر متحفز ومستثمر متحفظ ومستثمر خايف كل هذين من ضروريات البورصة تكوين تكوين أنت يواجب عليك داخل في المكان نعم من أول شيء من أول دخلة تصبح أكبر غيص في طلعة البحر أنت لازم تدرج تصبح ما أدري يسمونه سيب يسمونه دباب وبعدين ينزلونك الأهوار أنت تمي من أول يوم نازل الأهوار يمكن هذا دكتور أكيد الكثيرين اللي عندما يشاهدونك أو شاهدوني يسألوننا هذا السؤال دائما وأبدا كيف نبتدئ مع البورصة من أي باب من أي منطلق هل نبتدئ من نأخذ دورات هل نحط فلوسنا في صندوق هل نحن نيوم نطالع ونسأل آلية العمل الفعلية في أخذ نقول بداية الخير هو يعتمد على الشخص نعم في ناس في عمر معين ما عنده القدرة يتعلم يأخذ دورة نعم بس الشباب واجب على يأخذ دورة نعم الدورات مطويلة نعم وسهلة وليوم اللغة الأجنبية أو اللغة العربية كلها موجود نعم لازم يأخذ دورة والكبير العمر أنا أقول له إذا ما تستحمل يبا وفيك سكري وضغط كبير تفع حطه في محفظة لأن أيضا أنت مال الاستثمار يجب أن ينوع نعم في جزء منه يعني يسمونه very high risk أو الخطورة فيه عالية نعم وجزء منه لازم يكون متحفظ وجزء منه الخطورة هذا وفيه بالانسينج وفيه مثل موازنة نعم أنت عندك 10 دنانير إذا حطيت دينارين high risk لازم تحط 6 دنانير مقابلهم low risk وتحط دينارين الثانين guaranteed zero risk عشان أنت آخر الشهر ما تقعد صفر فأنت لازم تقرر أنا إذا ربحت عند كم أربح وأصير خوش ولد وأخذ أرباحي وأروح أستانس فيهم أو أزوي أحلامي فأقول أنا إذا ربحت 5% أصير خوش ولد أوقف وأقعد يومين أصك البورصة ونام بالبيت وأرجع يديد نعم والخسارة أنا أقدر على أثنينة إذا صال أربعة يصير فيني جلطة فأنا أقرر من يوصل توصل الخسارة إلى 2% أنسحب نعم أيضا أقول حق نفسي أنا أبي عشر إذا أنا مضارب أدعو العشر صفقات شهريا أو خمس ساعات صفقة وانتهى أما وناسة وأنا بغلب السوق ما في أحد في تاريخ الإنسانية اليوم ورن بافت اللي هو أكبر مستثمر في تاريخ الإنسانية نعم في البورصات وأسواق المال منظمة ها ما أقدر يغلب السوق الأمريكي شرائسهم نعم هما سوقهم عمره 126 سنة نعم نعم نحن سوقنا أوكي مقابلة أهم تاريخنا زين مقابل ما حوالينا نعم ما أحد يقدر يغلب السوق ما أحد يقدر يغلب موج البحر اللي ياي موج البحر يا تسبح معاه يا يروح القيش والنفس ينقطع وتنزل بالقاعة فإحنا نقول لهم في عدد محدود من الصفقات تقرر اش كذر تقدر تخسر تقرر عندما تربح هالكثر تطلع وأيضا تقرر هل أنا أبي أطلع ألف دينار أطلع خمسمائة دينار أطلع مئة دينار أما أنت ياي بايع لي فلوس التقاعد ويايبهم واحترامي لهم أنا أعرف مجموعات كبيرة ويديق علي دكتور خسرت قلت له أنا ما لي شغل يا أخي أنا ما أداول أنا ترى يعني أنا أكون واقعي وأقول لك أنا لا تداول في السوق الكويتي لأن عندي تحفظات على بعض نظام التداول وليس يشوف نعم مو أقول هوامير وياكلون فلوس الناس اللي يقدر يصور هامور خلي يصور هامور واللي ما يقدر يصور هامور رأي مشكلته لأن ما عنده الأدوات ما تعلم ما قرأ ما بحث ما تابع ما كشه احنا يبقى يمكننا نداول بالسوق نقرأ كل الجرايد تلفوناتنا ما تسكت عندنا نقول لكم أيش كرة عندنا ناس داخل يقولنا العجي عشان ندير ملايين ما نديره بإننا نقعد ونقول يقولون هذا يقولون بشاي الضحية خلنا نتكلم بصراحة نعم تابعي تدخل السوق هذا البحر لازم تتعلم وتدرس وتقرأ ما عندك القابلية في مدير محفظة قاعد يقول لك أنا أقيم لك 4% هذه النظريات اللي نحن نتبعها كباحثين نعم المدير المحفظة الناجح شنو إيب لك مجموع ما هو الأرباح اللي تعطيها البنوك على الودايع نعم هذا واحد اليوم عندنا بالكويتشاب 4% أقل بعد يمكن أربعة هنقول أربعة لا في بنوك كريمة قاعد تعطي أربعة المال الإسلامي يعطي ستة لأنه غالي شوية ويأخذ زيادة بعد رسوم نعم رغم اثنين التضخم مجموع على هذا الرغم يعني عندنا اليوم عندنا الودايع قلنا أربعة نعم تضخم بالكويت خمسة ونص ستة إنجحوا والشباب نزلوه وصل إلى ثمانية زين كم صار عندنا خمسة وأربعة كم صار تسعة نعم وما تعطيه الحكومة على السندات متوسطة المدى اللي هو ثنينة واحد ونص ايه واحد ونص اثنين نعم احنا نكون كورما نقول لثنين يبقى عندنا أربعة وعندنا خمسة تسعة وثنين احد عشر يا جماعة مدير المحفظة اللي يعطيك احد عشر بالمية بالسنة هذا مدير محفظة ناجح احنا تشدين قيمة نعم ما نقول لنا والله مدير محفظة اللي فلان يعطيني ثلاثين بالمية بالشهر هذا مثل ما أعطيك ثلاثين بالمية يأخذ منك يأخذ منك ستين لأن قراراته عاطفية بعد نعم دكتور يمكن في هناك بعض المصطلحات اللي تستخدم في السوق مثل مصطلح التلاعب مصطلح القفالات الوهمية مصطلح التصعيد المتعمد كل هذه المصطلحات ماذا تعني لك أنا كلمة تلاعب ملعب هذا شلون يعني ملعب ما تريدون يلعب فيه يعني ملعب داخل ريال ملعب بفلوسة وشايف أن هناك قول فاتح القول نعم يشوت من عند قول ويقول نعم نعم دكتور أستأذنك لدي مكالمة لأنها مكالمة حقيقة من الخارج مع الأستاذ محمد طراح ألو 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 سهلا مساك الله بالخير الأستاذ في دينار واستثمار موضوعنا اليوم مع الدكتور وهو موضوع شيق مع دكتور محمود حاجي نتكلم عن تطوير الأدوات الاستثمارية والأدوات التشريعية لسوق الكويت الأور